انا عشان اعمل ازالة للشعر لازم اروح كل جلسة كل شهر دي صحة ولا لأ وبعد كام جلسة اوصل مثلا بالنسبة 80% هو كلام مصبوط في ستاندرد محطوط التي في بعض الدول زي انجلترا مثلا ان هو ما ينفعش نعمل جلسات لازالة للشعر في مسافة تقل عن 4 اسابيع ده لحماية الانسجة من ان هي حصل فيها اي نوع من التهاب او اي نوع من الاثار الجانبية لازالة للشعر فدي اصبح جزء من امان الليزر اللي بنتعمل به النقطة التانية ان احنا في ناس من 3 ل 12 جلسة حد ما يبتدي الشعر يزال يعني على حسب كل حد بحالته على حسب حالة بالنسبة مثلا حد في السيشن الخامس او السادس بالموضوع يكون احسن فيه يعني يعني حاجة علمية اتنشرت يعني من قريب قالت ان لقوا ان في الناس اللي استمرت على ازالة الشعر بالليزر فبعد فترة 3 سنوات ابتدت الشعر تقريبا ما ينموش بنسبة تزيد على 5% حلوة نسبة حلوة قوي دي نسبة كويس جدا معنا سورة دكتور بتوضح ايه سورة دي؟ السورة دي بتوضح لنا بعض التطبيقات بتاعت الليزر على الانسجة وفايداته يعني السورة اللي فوق كده على الشمال نبص عليها بيوريك ان الليزر ده ممكن يعمل تجلط ويقل ويقل الحجم يقلص حجم الاواعيات دموية السطحية فلاقينا ان دا يستخدم فيه الحاجات اللي هي زي اللي بتشوفي دي الشعارات الدموية السطحية والبسيطة والكلام نوع لأ هنرجع تاني بس معاليش على الصورة اللي قابليها دي اللي على اليمين زي شايف حارك دي اللي كنا منكنا معاليها الغماءان زي بتخش الملن كل واحدة واللي تحت دي إزالة الشعر